يا كلا يا دكتور الدعوة التي أطلقها السيد الصدر لمقاطعة الانتخابات ماذا تحمل في ثناياها من مؤشرات المستقبل القريب تؤشر هذه المقاطعة على استمرار مقاطعة السيد الصدر للعملية السياسية برمتها لا تحدث عن النظام تحدث عن عملية سياسية ومن ثم يبدو بأن السيد الصدر إلى الآن غير مقتنع مع دخول القوى والأحزاب التقليدية في هذه الانتخابات المحلية أن يتشارك معهم في هذا المسار السياسي هذا الثانيا الأمر الثالث في هذا المؤشر أنا أعتقد أنها تحمل في طياتها عملا سياسيا قادما بالتحديد على اعتبار أن دعوة الرفض هذه استاذ نجم ستزيد من نسبة المقاطعة أولا أتباع السيد مقتدى الصدر الأمر الآخر القوى السياسية التي رفضت المشاركة في الانتخابات المحلية وأيضا توسع دائرة المعارضة ضد هذه الأحزاب التقليدية الأمر الثالث أنا أعتقد في ظل هذه التطورات الآلة التي يشهدها العراق قد تكون مدخلا هذه الدعوة إلى الذهاب نحو انتخابات مبكرة يعني بغض النظر عن من لا يقرأ الأمور بشكل عميق جدا ويعتمد على السطحية لكن أتصور من أن هذه الدعوة هي ستؤدي بالنهاية إلى مرحلة الوصول إلى منطقة وسط من وجهة نظري ما بين السيد مقتدى الصدر وما بين القوى السياسية الأخرى بالذهاب نحو الانتخابات المبكرة وهذا طبعا ليس بعيدا عن الدستور وبعيدا عن القانون بل نتحدث عن نص برلماني أتحدث لك عن قانون عفوا نتحدث عن برنامج حكومي أقره البرلمان وهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة ما بعد عام هسا أكون قلبة على هذا الموضوع لكن في ظل هذا المشهد الآن اللي نشوفه استاذ نجيم هو يعني قضية القرار اللي صدر من المحكمة الاتحادية أيضا هذه الأزمة اللي يجتب هاي المعادلة السياسية فأنا أتصور هذه الدعوة ستضاعف بشكل كبير دكتور حسان أما الحديد خليني أنا يحترم ما تعتقد به من وجهات نظر إذا كانت الغايات بالثلاث نقاط التي أنت كنت قد ذكرتها بدعوة السيد الصدر وهي واحدة منها الدعوة لانتخابات مبكرة لماذا لم يطلب السيد الصدر وبشكل صريح ومباشر تنفيذ الاتفاق السياسي أو البرنامج الحكومي بإقامة الانتخابات المبكرة والتي صوت عليها البرلمان أن يلجى وبشكل وبدعوة مباشرة لتطبيق البند بالبرنامج الحكومي ويحرج الجميع ساد نجم السيد الصدر ما يطلب يعني هو أصلا رافضهم التابع التغريدات المواقف مالته هو رافض هذه القوى السياسية هم من وضعوا هذا الاشتراط كجزء من عملية وقاية من أي ردة فعل من قبل الجمهور التيار الصدري ولذلك الموضوع الآن هو برمته بعهدة الإطار التنسيقي أكو كانت تأثيرات معينة هي من دفعت إلى موضوعة أن يكون هناك تصويت على إجراء الانتخابات المبكرة بالتحديد أما تقول لي استاذ نجم أنه سيد الصدر يطلب يقول لهم تعالوا سووا انتخابات مبكرة أبدا الناس أصلا هي ما يعني وصلت حالة كبيرة جدا من الإحباط عندما تقول السيد الصدر لا يطلب إذا كان لا يطلب إذن هو يفرض العملية الفرض أنا أتصور تأتي في إطار يعني التحول في رؤية السيد الصدر إلى العملية السياسية هو كان معتزل لاحظنا على مستوى مراحل دخول الدخول من خلال المواقف التي أصدرها في فترات معينة لكن أقول بأن السيد الصدر يعني خلاص أنهى العزلة ما تدخل بشكل مباشر حتى شوف أستاذ نجم حتى في قضية آسف يعني طلب لأول مرة يطلب ما بعد العزلة طلب قرار معين من الإطار التنسيقي الحكومة والبرلمان وهذا أول مرة يطلبه يعني لكن حتى هذا الطلب اللي مضهبي ما حد تعاطى معاه بشكل إيجابي ولذلك أنا ما أتصور رح يفرض بقدر ما أن الجمهور رح يفرض أنت بعد سنة تحالف إدارة الدولة كل شيء ما أنتج لا تشريعات لا قوانين لا اتفاقات سياسية انهيار اقتصادي غلاب أسعار المواد الغذائية عندك ماكو محاسبة للفاسدين يعني دعم أكو خطوات لكن أنا منها تحدث لك عن 150 مليار دولار رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح رئيس الجمهورية السابق تدري قال 150 مليار دولار مليار عفوا مو مليون 150 مليار دولار هرب إلى الخارج فأنت إلى الآن يعني ماكو خطوات جادة في هذا الجانب فأنت تتوقع يعني في ظل كل هذا الاحتقان أنه ما تصير عملية فرض جماهيري المعادلة إلى الآن لم تتقدم أما سوف وكذا أنا أتصور هذا الموضوع بعد ما عاد مقنع يعني من وجهة نظري ما عاد مقنع ولذلك أنا أتصور الإطار سيتجه نحو خطوة خطوة لأن يخرج بأقل الخسائر هاي الخطوة اللي أتوقعها هو الذهاب نحو انتخابات مبكرة طيب أنا أشكرك دكتور حسان ترجمة نانسي قنقر